أحلم بالحين يوم برّة حين مع حياة أحلم بالحين طو نجاة أحلم بالحين يوم برّة حين مع حياة أحلم بالحين طو نجاة عزيزي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة وحلقة متميزة هنتكلم فيها عن الشعر وعن تأثير الشعر في المجتمع وتحديدا شعر العمية ليه قلت تحديدا شعر العمية؟ لأن شعر العمية يكاد يكون هو الشعر اللي بيوصل لكل الناس يكون هو الشعر اللي بيوصل للأم اللي بيوصل للمثقف كل الناس بيفهموله إنه هو بسيط طيب لو هنتكلم عن الشعراء إزاي الشعر يطور من نفسه وهل يعني ظروف الحياتية أو ظروف المعاشية اللي بيعيشها الشاعر بتأثر على موهبته ولا لا السن بيأثر على موهبة الشاعر ولا لا لازم الشاعر يكون دارس علم العروض ولا ممكن يكتفي بالموهبة فقط كل ده هنعرفه مع صديقي الغاري اللي دايما مشرفني ومنورني برنامج حلم حياة المهندس والشاعر المتميز كامل بضرخوان أهلا سلام بحضرتك أهلا بكم رحمة دي مرحبا شرفت نورة برنامج حلم أخليك أهلا بكم بالسادة المشاهدين أهلا بسياتك كل عام وأنتم بخير وحضرتك بقيت بخير طبعا كالعادة عايزين نبدأ بقصيدة نعم عايز أعرف بقى محضر لنا إيه وهتبدأ معنا بإيه نعم نعم احنا طبعا لازم نبدأ بغز بنسمع لأن ده طبعا الله يرحم الشهدة الله يرحم وده الحدث اللي هو يعني داخل في سنة وحدث صعب جدا يعني حدث قليمة كلنا نمر بيها وكلنا بنعيشها فأنا كتبت رسالة من جارك يا غزة جاي لك يا غزة والسلاح في إيدي ولو مش قادر هيجي لك حفيدي لأنك برت وطعن في السن ووقع من الدرس والسن كان نفسي أعبر لك الحدود وعبر لك عن الحنية وسقيك بأدية بق مياه بق مياه يلي الرصاص في قلبك غاص وبدمك العاصي عاص كل متخازل آسي احسبه من أهلي وناسي بس يخساره كنت ناسي أنه عمل تطبيعه خام ونزع من قلبه الحناء حارب يا ولدي لوحدك وقعه أتسيب لحد حدك وانت يا خالتي اصبخي وقولي الناس خانتني وبقى ياش شربة المية تشربيها ما فيش وقت ليها سيبيها بكرة الخين اللي فرح بيها يغرق فيها وغز ربي يسقيها ويعفيها لما بصت إيد أمي والخدود وغادرت الحدود من الطيارة بصت على بلدي وحسيت أني اتخلعت من جدوري ومن جدودي أحلف بصفلة غزة اللي تلفت بشاش وبعدد الأقنعة اللي تلفت والأوشاش اللي يقرب لسينة لا تخلق ولا عاش وبقول للمبعر اللي عابر المعبر بلاش اللي يجي حتتي على جتتي وعلى مدفع الرشاش بلدك ملهاش بدلك اللي خرج من بلده اتقطعت ديدله هتجيب مئنين بدله اللي بست بنتبيني الأخضر والكتش وودعوني للت السفر ما بكتش احسب هجيب بنيه بدل التشت لجبت تلاجة أشرب ساقعها واعتشت ولا حتى عفش للبيت وفرشت ولا اضحكت يوم في غربتي وفرفشت رجعت ملقتش أمي في البيت وقطعت البنطلون الأخضر وبكيت وقلت أمشي حافي بلا كتشي وبلدي وفوتهاش تاني وأمشي الله ورده قصيدة معبرة وقصيدة جميلة وقصيدة بتعبر يعني عن الألم اللي احنا كلنا عايشينه صحيح القصيدة دي كتبته إمتى دي كتبته في البدايات يعني وخصوصا يعني بعد شهرين ثلاثة من الوقع لما بقى ألاف الشهداء وألاف الجرحة والعالم صامت من حواليهم وطبعا كالترخير مصر ما أصرتش سياسيا واجتماعيا وعلى أرض الواقع ومساعدات وكذا خذت بالك وده لا يكفي لازم الكل يتكاتف مش حتى العرب وبس والغرب كمان لازم يقف عند حد عايز أعرف من حضرتك شرط الشاعر يتفاعلك مع كل الأحداث اللي حواليك ولا مش شرط والله بصراحة يفترض يعني مفيش وقعة حصلت إلا أنا كتبت فيها ده بالعكس أنت عايز أي محرك ليك عايز اللي سموه إلهام أو كذا مش في الوقت ده ممكن الشاعر يقال عليه شاعر المناسبات أو شاعر الأحداث ما هو مناسبات وأحداث وغير ذلك هو ممكن لو تفرغ لكده وفقط لكن إذا كان مستمر وعنده حياته وبيكتب من واقع حياته وذكرياته وكذا فالراجل ما أسرش يعني جمع بين في الشاعر اللي هو ممكن يكون بيكتب شاعر وشاطر لكن ما ما يتفاعلش مع الأحداث بتلاقيه مالوش وجود في الأحداث من أجهة نظرك ده إيه مش عارف أسميها جبلة يعني ولا إيه يعني أنت ممكن تكون عايز تقول لا أنت كشاعر لازم يقع عندك شعور وإحساس معين فإنت لازم تتفاعل مع الأحداث بما أنك أنت شاعر لأنه عندك الإحساس فلازم تكون صادق في أحاسيسك مش مجرد كلام بتكتبه وخلاص ولذلك أنا أشك أن فعل يكون فيه شاعر ولا يتفاعل مع الأحداث أعتقد إلا إذا كان يقصد يعني أنا لو راجل مش وطني ما هكتبش عن غز فهم أصلي بس تمام يعني تقصد أن الشاعر اللي هو صادق في إحساسه الشاعر اللي هو مالوش علاقة بطيار معين وبنتميش لطيار معين صحيح فشاعر بيتفاعل مع كل الأحداث بكل مشاعره مزاب ما بيعرفش بقى يقول أنا مش هكتب في الحدث ده أو هكتب في الحدث ده مشاعره هي اللي بتحركه صحيح فبتخلي الكلام ينبض جواه وبعدها يترجم على ورق تمام أنا حاسس أنك كنت بتجهز لنا حاجة تانية تمام وإحنا بنتكلم نحن هنخش بقى في الإنتاج بتاعنا اللي هو تمام فأنا أحب أسمع منك حاجة تانية نحن كنا هنتكلم عن التاني مريض نفساني فهكتب يعني هنتكلم عن أعمال حضرتك أعمالك كتيرة بسم الله ما شاء الله بس إحنا حابين نسمع أكتر تمام بالنسبة للقصيدة اللي هو لها دلوقتي اللي هو عن شباب كتير موجود بالألاف بل ممكن بالملايين اللي هما يعني مشوا وراء التنمية البشرية اللي هي أنا بسمي التنمية البشرية فيها جزئين أو هي سلاح زوحدين وأحيانا تبقى سلاح زوحد واحد بمعنى بمعنى فيه تنمية بشرية سلبية مريضة بصنفها كده وفيه إيجابية سليمة المريضة اللي بتقوله مالكش دعوة بابوك وامك اللي هو يعني لان أعيش في جلباب أبي ويسيبهم دل موضة قديمة وعد عليهم الظهر وكذا الكلام ده كله انت موضحه في القصيدة صح كده؟ لا أنا موضحه في التاني مريض نفساني طبعا أنا باعد من نقدمة بس ليه أنا كتبت الجزء اللي جاي ده فالشاب من دول يقرأ وياخد على علاته كده الغرب الغرب أصلا هو اللي عامل التنمية البشرية ولقاها هتوقع الأجيال بتاعته فصدرها لنا وإحنا طبعا عقدة الخواجة مع التقليد فمشينا فبنحذر من كده سلبية قالت له سيبه بكم أمك الإيجابية بقى بقوله لا خد منهم اللي يناسب عصرك وخد منهم الخبرة التراكمية لأنه لما لوش جدور مالوش ساء يعني نقدر نقول وجهة نظر الشعر والمهندس كامل بطرخان في التنمية البشرية وجهة نظر مختلفة شوية بتقول للشباب الزب أنت كشاب خد اللي يفيدك خد اللي هو يخليك تتقدم لقدام ما تاخدش اللي يهدمك خد اللي يحفزك ما تاخدش اللي يحبطه صحيح هو سيدنا عالي بن قبل فات عالي بن طالب رضي الله عم هو قال رب أولادكم على غير ما ربيتم عليه فإن زمناهم غير زمانكم لكن ما ننساش القواعد والأسس دي ما فياش أي تغيير يعني فلا الشباب بالأسف انساق ورا الحاجة التانية بيقول له ثق في نفسك لا قول له ثق في الله ثم في نفسك التالتة والأخيرة بيقول له امشي ورا هواك وحققه لا النفس كالطفل انت ركته شاب على حب الربعة وانت فطمه يوم فاطم إزاي يمشي ورا هوايا بس هما ممكن يكون المقصود انت كده هتدخلنا في موضوع تاني بس ما تناقش فيه ممكن يكون المقصود امشي ورا حلمك ورا هدفك يا ريت قال له كده خلاص يا ريت قال له كده فما هيدي دي كده بقى هتبقى إيجابية تمام فعموما والشاب من دول يطلع يقول لك انا هترشح للرئاسة يطلع يقول انا شايل البلد على كتافي التاني مريض نفساني اللي قلتلي عليه في الكواتيز نسمع حاجة وبعدها هنتكلم عن التاني مريض نفساني لان عايز اتكلم كتير جدا معاك في التاني مريض نفساني هو كان طبعا جار ليه وحادثت الأحداث مع بعض فهقول مشي جاري ووفر علي غدا مشي جاري ووفر علي غدا وكنت كل ليلة اروح اصهر حدا كنت فاكر انه هياخد قلبي وعقلي وياه فضل قلبي معايا من اللي شافوا معاه احترت فيه هالعقله طائق ربنا ايش فيه من سكره ويبقى فاق بيشرب الشاي بسكره في دقايق ويستعدل الضيوف بالبرفان لابس وعاية كان في كلامه شيك ولبق وبريء من عينيه لاح وبرق كل الحوارات حتى في المجرات ترق تحس قلبك من بين ضلوعك تسرق لكن اخسارة كان للأسف عنوان للبخل والأشف وعامل فيها مليونير وهو لفلوسنا نسف المصيبة انه عامل فيها زعين فاكر لما يمسك مصر هنعيش في نعيم باين حرارته مفتفعة وسقيم واللي ممكن ده طبع التافة واللي ايه ابعد افكارك عن بلادنا يا فاشل يسرق العقول وجيوب الناس وناشل اللي زيك يصيب الحياة بالشلل قاعد تغني على الناس في امر جلل ما يبلش يا جاري تخبط في الحلل وعامل مسقف في اللي طالع واللي نزل قويسة جدا انت تقصد بها طبعا اللي هو دايما بيقول لك انا هعمل وسوي هعمل وسوي وهو اساسا ولا حاجة تقصد الناس اللي هي يبقوا زي المريض النفساني اللي هو كلمت ده اللي هو يقول لك واحد اتنين ثلاثة وهو اساسا مريض يعني هو مريض يكلم عن الناس اللي هم بيقوا مجانين افكارهم كده متحلفة شاطت في الفكر لدرجة انه يعني هيشيل البلد تفكر نفسهم يما هنا ويما هناك تمام وهو على شيء وبخصوص بقى انك عملت يشيل البلد يشيل البلد فعايزك بقى تكلمنا عن كتابك التاني مريض نفساني اولا ليه سميته التاني مريض نفساني وكمان احنا اتكلمنا قبل كده عن التاني مريض نفساني بس ملحقناش نكمل الكلام فيه كلمة حلوة قوي والمفروض نعقب عليها قلتها علجوهم بالحب والحبور فعايزك يعني تشرح للكلمة دي تبقى تفصليا اولا وتقول لي التاني مريض نفساني بيتكلم عن ايه ايه التاني هو الولد مشكين يعني كان اسمه على اسم زعيم بالصدفة اتولد فسموه كده فطلع سمى نفسه فلان التاني يعني حتى ما وجهت له اسأل بقول له انت تقصد انت التاني والاولاني كاز قال لي ايوه وده خليها بقى شطح بقى الشيطان ومعاه مسلا بكالوريوس يروح يشتغل في مطعم او في كوشري طب ليه يقولك ما يبقاش ليه مدير ما يبقاش ليه رئيس انا بقى رئيس نفسي يروح يفتح مشروع خاص بيه يفتح مشروع خاص بيه بيفتح مطعم لا بيشتغل فيه يروح يفتح بقى مشروع عامل مشروع طول بعرض وتشق فاضيا ما فيهاش لشاشات ولا اي امكانيات طب انت فين المشروع بتاعي كلك ما هو المدرب والطالب هيجوا ويدفعوا قعد خمشار سامة بالشكل ده وما حصلش عمره راح وضاع وما حصلش اهله شكوا منه مع انه هو كان بيشك من اهله يقولك مش وقفين جمع قالوا لا وقفنا جنبه وعطنا له وجبنا له مكان تمليك وكذا وضيع كل ده لان الحكاية اللي عنده مش مش شغف ولا هدف لا ده شطط بس ناسك في الشاي البلد يعني من ضمن الفكاهة اللي حصلت بيحكي لي موقف يعني كتابي التاني مويد نفساني هو كتاب واقعي بيتكلم عن حالة انت كنت عايش معها تمام وخدت الكلام بتاعه وترجمته في كتاب لكن بنقصائح يعني اللي هو اللي يقرأ الكتاب ده يستفيد منه بحيث ان يكون فيه معلومة يكون فيه فكرة ففكرتك هنا في الكتاب ان انا اوصل المعلومة للشباب اواصل المعلومة لبعض اولياء الامور لما يلاقوا حد زي كده يتعاملوا معاه ازاي كلام سليم صحيح تمام ففكرة الكتاب كله عبارة عن طريقة التعاون مع المريض النفساني صح كده ولا الفكرة بالزبط كده يعني ما نصدقش كل افكاره ونقوم مع عمه ونمشي وياه ونكبرها في جناغه اه لا طالما مش بيحقق نجاحات على الارض يبقى ده كلام فاضي فلازم يبقى له وقفة ويبقى له نصح وارشاد يعني مثلا اه نروح اه مثلا خطبنا له حد وكده اه انا عارف ان انت ليك مواقف اه انا عارف ان ليك مواقف كتيرة جدا مع المريض النفساني لدرجة انك اتقصرت بيه امتكاتب عنه الكتاب فحكينا بقى عن اهم المواقف اللي حصلت بين الكاتب والشاعر والمهندس كامل بدرخان وبين المريض النفساني ايه هو طبعا اخواهم ان لما يعني قدرنا نجوزهم نتجوز وحصل انفصال في صباحية الدخلة فانا قعدت معاه فيما بعد يعني بكل بتناقش معاه ايه اللي حصل وكده قال لي ابدا انا ساعة يعني الحالة الحميمية حسيت ان شايل البلد على كتافي فما قدرتش اقوم بوجبات الزوجية انا طبعا استغرب فكان ردي عليه يعني ما هو الكتاب ده صنف ادب ساخر فانا رديت عليه بساخرية قلت له انا لو مكانك وبردو شايل البلد هحط البلد على جنب كده ربع ساعة او نص ساعة اخلص الموضوع الحميمي وبعدين ابقى شير البلد مرة تاني فليه كانت منه وحتى من وسقها هنا بتلت اربع ابيات يعني اما بقول ما تفعله يا جاري عهر هذه عروس ولها مهر ليس مهرها فلوس ولكن تهديئة النفوس واقامة طقوس واولاد منك تنجب لكن امرك يا جاري عجب يعني انت بتحاول انك انت حتى في اعمالك يعني تدخل الشعر ولا بقى عليك الشعر هو الموهبة الاساسية اه زي التتر كده بتاع المسلسلات كامل لنا بقى مواقفك مع المريض النفساني انت كنت حكيلي مواقف كتيرة جدا يعني كنت بتقول ان ان في مواقف كتيرة غريبة كنت بتشوفها منه ايوه هو طبعا احنا في مرة حاولنا نعالجه فلوالك كان شديد ففقد الزاكرة لحظيا يعني يومين ثلاثة ولا كذا ورجع لعده فانا برد الموسق قلت لو صحيت من نومي مش فاكرك لو صحيت من نومي مش فاكرك اقع يا حبيبي انت التاني تنساني ما تنكرميش يا حبيب العمر وانا نكرك على فكرة ان كتبه فيه ده ينفع يتكتب في اي عشق في اي حب في اي حبيب حبيب الشاعر الزكي الشاعر الزكي ان يكتب القصيدة بتاعته تدون اه تدون وهنا خلينا اسألك سؤال شايف الشعراء اللي بتكتب القصيدة تحس ان الموجهة لشخص معين وتحس ان هي لعمر معين يعني الحدس عشان كده كنت ليس بتكلم على احداث من شوية الحدس خلص القصيدة انتهت ايه رأيك في ده؟ لا هو لازم يبقى شامل عشان يعيش الحاجة ام المناسبة دي ما انا ممكن اكتب حاجة لعروس مثلا عروس او عريس يعني شباب بيبعتول كتير اكتب لنا حاجة في الدخلتنا في كذا دي حاجة كده ايه بتميت مع الوقت يعني حتى مش اخسام بحتفظ احنا معنا مداخلة تمامي من بنت حضرتك فناخد المداخلة وبعدها هنتكلم عن التاني موجود نفساني ونتكلم عن باقي اعمال معنا الدكتورة هالة وهنتكلم وطبعا انت قلتلي في الكواليس ان الدكتورة هالة لها بعض الكتب لها كتابين نتكلم معها برضو عن الكتابين دو ماذا؟ عليكم السلام ازاي حضرتك يا دكتورة هالة؟ مرحب 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 ازاي حضرتك نورتي وشرفتي اهلا بحضرتك نفسي شكرا اه اولا يعني دايما يعني والد حضرتك بيقول لي انك انت بتشجعيه دايما وبتدعميه وبتقفي معايا وبتقفي جنبه فعايز اعرف بتدعميه ازاي وبتقفي جنبه ازاي اه بص ومشاء الله بابا يه مغوب يعني يعني حاجة انا بستاخد بيها بستاخد بي قدام الناس كله وشاطر فشول ونجح فيه وكده بس فدايما شجعه وشايف انه هو بيسأليه نفسي بجزة الذاكرة انه هو يكتب وكده فهي حاجة جميلة طبعا فاكيد بتحتاج التشجيع تمام اكيد طبعا يعني الواحد لما يبقى عنده حد موهوب او حد لسه في بداية طريقة ومشجعه مبادئ بقى لما يكون حد عبقري في مجاله لازم فعلا يبقى فخور به ولد حضرتك فعلا من الناس المتميزين جدا تمام عايز اعرف هل هو اللي شجعك على خطوة الكتاب او الكتابين اللي انت عملتهم بدا اكيد هو اول عمال يقول لك تيدي خطوة في الشغل اللي مش عارفة ايه بدأ انا اقول لك كتاب ايه بعدين احبت اعمل الكتاب لقيت فكرته حلوها عشان ايه ادوين انا معلوماتي ومنطلش فلا انا ايه بشوفه كده بس فلقيت انها في فحل واكيد هو اللي شجعني عم كده يلا تمام عايز حضرتك تكلمين على الكتابين اللي انت عملت فيهم بيتكلموا عن ايه وفكرتهم ايه وعملتهم امتى واحد صنور والتاني كتاب الاولين عن الصنور الصنور بقى وطن وطوث ودائبة وطماء وبرين وبرست كل حاجة كل الصنورات معاها البريجنانت والجوينت يعني الجوينت بيخدبوها اكسريما بها تشبيع من الصنور اوي بس يعني تقريبا كل الصنور معاها هي البريجنانت والدوبرر تمام بس وده لصبت في شرك التعليم شايف الكتب الطبية او الكتب العلمية عليها اقبال دلوقتي ولا داع اكيد عليها اقبال طبعا اكيد هيجيب يعني اللي عنده يحبه استداء يقرأ اكيد هيجيب الكتاب مش هيبطل اكيد طبعا يعني عليها اقبال ولكن الناس معينين الناس هم هم انترستد او في واحد ما بيحبش الاجرية مش عايزة مكتفي كده تبقى حسب الشخص تمام شاعرنا المتميز لو تقول حاجة الهلع على الهواء بس انت الكتاب بقى انه ايه ليه فكرة مخصة به انه هو ثمري ملخص عن اللي هو ايه ازاي يعني طريق التجميع كده فيها الصنارات فالفكرة بتاعته تخلي البحر عايز يجيبه حتى لو هو عنده معلومات لانه هي تجميع الكتاب ده كم صفحة مية وتباتين صفحة الصنار والثاني مية واربين اشتغلت عليه قد ايه ده من قبل رمضان يعني حاولي ثلاث شهور هما الثلاثنين خدوا مني تقريبا او اقل من ثلاث شهور بس ثلاث شهور وقت كافي ان انا اطلع كتاب اه ما انا هقول لحضرتك بنكتب يعني موازف هي صور بسورجي شكل المرض تعامني بس فبكتب بشرح شكل الصورة بوصف وبهبت ايه السورة بكل يوم ارغان فالقايدة الدنيا مش تعامني اعلى يعني او بعد شغل قرابة خمس سنة يعني النهاردة اللي هو الفكرس كل يوم ثلاث ساعات قاعد عليه تمام ولد حضرتك الشاعر المهندس كامل بادرخان بيقول لي دلوقتي انه مش موضوع تلاث شهور ده تلاث شهور الاعداد للكتاب اللي هو اطباع بتاعته انما بيقول لي خمستاشر سنة دلوقتي لو انا سمعت صحي يعني بيقول لي خمستاشر سنة انت شغال عليه اه بالضبط كده لو انا مجمعات دماغي اصلا لا ده شكرا وقت كافي ده وقت غير كافي خالص انا خدت كل شور ازاك يا هالة عامل ايه يا عاصل تمام طب جدعاني بقى في الكتاب التالت ان شاء الله لا مفيش كده خلاص كده خلصوص عشان تصالي سبعتاشر كتاب زي باباك ماشا حبيبي عايز حاجة شكرا انت سجيعك وفكرتك كل سنة متطيبة وان شاء الله دايما نجحة وان شاء الله تحققها كل تتمنيك وبجد حاجة جميلة انا عارف ان سنك صغير ولا لخضراتك قال لي انك انت عندك طموح وعندك امل بس ليه تقولي مفيش تالك تخلي عندك امل وخلى عندك طموح وربنا توفقك طبعا انت بتقول سبعتاشر كتاب صح كده ما بين الادب والعلم دواوين وروايات وعلم هنتكلم عن السبعتاشر بس بعد ما تكمل لك قصة التاني موريد نفساني ليه انا بتكلم عن التاني موريد نفساني لانك انت بتقول لي فيه موقف كتيرة وكنت هتقول حاجة قبل المدخص صحيح منقول لو صحيت من نومي مش فاكرك اوقع يا حبيبي انت التاني تنساني ما تنكرنيش يا حبيب العمر وانا نكرك وافتكر يوم حبيتك فيه ووقعت على سناني انسالي ايام كنت فيها بشكلك وافتكر سنين كنت غيب عنك وتستناني ولو لقيتني فقدت الزاكرة وناسي شكلك بلاشتع مني بالمثل يا ورد بستاني ورد علي لو يوم قلبي اشتقلك ويرجع إلي يا حبيبي العمر من تاني ويرجع إلي يا حبيبي العمر بستاني ويرجع إلي يا حبيبي ويرجع إلي يا حبيبي نعيد الحب والأشواء من تاني فيه برضو لحظت مع معاملتي مع جاري اللي هو عليها القصة دي انه انه مش معبر الابناء والاحفاد ولا معبر الاب ولا الجد يعني للأب ومعالة ولا الابن ومدنة هو وفقط فأنا بربو وصقتها وقلت مفكر إن أنا ميت مفكر إن أنا ميت ونسي إن الدهن في العتائي طب أصرخ واللعيط لدى زماني ولا أخلاقي لأثر فيه دوان حبك ده أول دوان عملت لأثر فيه دوان حبك ولا عشائي وفرائي كانتني دوان يا مشاعرك يا أخي يا قلبك فين أيام حبنا الرائي زمان كان هوانا كريم زي كرم حاتم الطائي وكان الحب شيء عظيم من رأسي يا حبيبي لسائي أشوائنا مع بعض نشربها ما نعرفش الشارب من السائي ولا كانت زوجتنا نضربها المعروف بإنه هو الباقي بقالي سنين في حبي بلملم كل أشوائي أنا معرفش إهزام به يعيش أحرق كل أوراقي جميل جدا قلت لي ليك سبعتاشر كتاب ما بين الأدب والهندسة والروايات وأنا عارف إنك ليك أعمال كتيرة جدا اللي هم السبعتاشر عايزك تكلمنا عن أحب أعمالك ومعنا بعض الدواوين أو بعض الأغلفة لدواوين نفسها ورواياتك ونعرضها وعايزك بقى تكلمنا عن أحب أعمالك سواء شعر أو سواء رواية والله أنا بدأت بالشعر عملت سبع دواوين أحبك وأرشاء وفراء وعشق الخففيش وضفير شعر ويا رسول الله أحبك وأخيرا بات في أبياتي تمام؟ وفيه في الطريق إن شاء الله يعني مشاعر من إزاز إيه أكتر حاجة محببة لألبك؟ في الدواوين؟ الدواوين والرواية وليه؟ في الدواوين بات في أبياتي ده أخر حاجة لأن إنت عارف إحنا أي شاعر كده بيتدرج يعني أول دوان ليه هيكون نص نص بعد كده هيتحسن وهكذا وهكذا الحد فآخر حاجة بات في أبياتي ده عملت كم دوان دلوقتي؟ ها قلنا يعني وصلين لستة أو سبعة ستة أو سبعة ها يعني بسم الله من شاء الله يعني دفير شعر عدد كبير في ظل إن إنت بدأ مؤخرا يعني إنت بتكتب بأنه أنت صغير بس بدأ مؤخرا إنك إنت تنشر مؤخرا صحيح كنت في الفترة اللي فاتت دي كلها مضغوط في شغلك صحيح ومن هنا برضو حابة أسألك هل ممكن واحد يبقى عنده موهبة قوية جدا بس بسبب ضغوط الحياة وسبب شغله موهبته ما تظهرش؟ ممكن تحصل كتير قوي كنت إنت مفضل أو كنت إنت يعني ده في الموهبتك في سبيل شغلك؟ صحيح ده اللي حصل كنت بوسقها على ورق وفقط وطبعا لما عد بيها الزمن عشرين سانة وثلاثين وعشرة وخمستاشر ما كانش هينفع عاملها فلما جيت عاملها عدت تنقيح سنة أو سنتين عشان تواكب العصر اللي إحنا فيه هو كذا حاسك بقى تجهز لقصيدة على زوء كده هناخد فاصل تقول أنت جهزت القصيدة قصيدة من القصائر الممتعة بتاعتك وناخدها بعض الفاصل فيه قصيدة للحفيد يعني وللأبناء إحنا دايماً في لقاءتنا بننصح الشباب وننصح فجميلة تعجبك إن شاء بعيزها وناخد فاصل ما يرجع بيها شاعر متميز المهندس كامل بدرخان أهلاً بك مرة تانية وعايز بقى أشوف القصيدة اللي إنت حضرتها لي وحايف أسمع ناشاً دي بنوضح كلامنا لأبناءنا وأحفادنا تمام إحنا الكبار يعني بنقول لما تلاقيني على الحيطان بتسندت خليك بدل الحيطة وعليك أسند وخبط عليها البيبان وزق وفتح خبط عليها البيبان وزقها وفتح تلاقيني مستنيك بزيطة وأفرح بلاش تجيب معاك وتتلهي بالجورنال واقعد تكلم معايا وديني من وقتك شوية كمان وصدقني مش هاخد من وقتك كتير وانت اللي يا ما أخدت من وقتك كتير هو بس علشان أنا مش بقدر أشوف خلينا شوفك بقلبي وابعد عني الخوف ما تخافش ربنا معايا وعالم بالليبية ورغم الصعوبة وأنا بلبس الجلابية أنا عارف فين الكم وفين الجيب وده يا حبيبي مش شيء عجيب الله اللي جعل مخرج من كل كرب وهم قادر يهديني لمكان الجيب والكم حتى وأنا بسلق البيض لعشاية بياخد وقت قد وقت وضوءي وصلاتي عشاية وبرضو بقدر أعرف الليل من النهار بصوت العصافير بتهدل على الأشجار وكمان القوت بروح لها وأحسس له عيب ولا حرام ولا تجسس أنا في بيت كبير لكني وحيد حر طليق بس أعمى ومتأيد بإيد ربنا أخذ عيوني وسايب لي إيدي أحسس بيها فما تخافش علي أنا عايزك تجيني يا ضي عيني مش علشان تشوفني وأنا مش بشوف ولا بقى لي شغف للحياة ولا بقيت ملهوف أنا خلاص بعرف أعيش من غير عينين وعارف كل حاجة مكانها فين وانت جاي لتجيب أكل ولا بسبوسة ما تتعبش نفسك ووفر الأكل وفلوسة وبلاش تجيب كفتة وكباب ماليش دروس ليه وأنياب أنت كل وملة بطونك وبس تعالي بطولك هاتلي يا رأى ببلاش من شجرة اللبلاب لو ما تجيني أشوفك بقلبي أشعر باكتئاب بلاش تزعل من كلامه والشجن خلينا عبر عن كلام جواية سجن لو ما قلته يمكن أموت أو تجن يمكن قلوب العصين من الأحفاد تحن إنه أنه مصنع أنا مؤتمد على الله أنا مؤتمد على الله أنا مؤتمد على الله ربنا اللي خد عناية يا ربي يخليليك قعنيك انا مش عايزك تجيني تتطمن علي لا يعني انا عايزك تجيني اتطمن عليك انا مش عايزك تجيني تتطمن علي لا يعني انا عايزك تجيني اتطمن عليك ايه يعني الوفاء في البيت ده كمية وفاء كبيرة جدا يعني بيت صادق بيت بيدل على المشاعر والحب يعني حاجة جميلة دي كتبتها ليه هو طبعا شعري متنوع ما بين الاجتماعي والوطني اللي قصدوا كلها موقف معين ولا معايشة بالإحساس معايشة لأن كل الأبياء البيوت البيوت النهاردة البيوت بتعاني من الأولاد والأحفاد فالبيوت دي عملناها في أبيات بس البيوت ترجمناها في أبيات حلو التشبيه طيب الشعر الجروف الحياتية اللي هو بيعيشها بتأثر عليه أكيد طبعا بتخلق الوبيئة تمام بتأثر على موهبته بالسلب يعني لو في شاعر عايش جروف حياتية قاسية بتأثر عليه من وجهة نظرة بالسلب ولا الإجاب وشعر تاني في العكس عايش جروف حياتية حلوة جدا سلب أم إجابي هما الاتنين ليهم الإجابية بتاعتهم واحد إجابيته شجم والتاني إجابيته تفاؤل وكذا وآمل ولكن الشاعر الواعي ما يسجنش نفسه في شجنه يجيب أفراح يحفر من تحت الأرض ويجيب أفراح الدنيا كلها مش شجن يعني يعني ما عملت دموع على أرض الخليج مش معناته بعاية أو البكة ده حزن فيه دموع فرح وهكذا برضو الشاعر اللي هو متفائل والدنيا ماشي معا حلوة برضو لازم يحس بشوية شجن يعني ده اللقص ليه طالما عنده الموهبة ودي نقطة مهمة هل فيه شاعر بدون موهبة أنا بجزم لك دلوقتي أقول لك لا طيب ومن هنا حيبعارك من الشاعر إيه هي موصفاته أهم هو وصفات الشاعر اللي يقدر يتقن عليه شاعر أهم موصفاته طبعا موهبة ولو درس يكون أحسن التفعيلة والقافية والوزن يعني من وجهة نظرتك الشاعر ممكن يعتمد على موهبته فقط ولكن انت بتقول له اسكلها بالدراسة هو يقدر يعتمد على الموهبة لكن لو سقل بالدراسة هيطلع حاجة عظيمة يعني تمام معنا مداخلة ماشا ناخدها وبعدين نكمل ماشا 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 زي حضرتك كيف اندت أهلا وسهلا بحضرتك شرفت ونوارت برنامج حلم حياة الله يبارك بحضرتك سيد أحمد الرجل الجميل ربنا نحفظك يا سيد روبي نوارت وشرفت الرجل الجميل فعلا يعني وتهانينا من البرنامج الجميل اللي انت قائم عليه فعلا وهو حلم حياة وده من الشيء الجيد اللي بيفتش في رجوع جمهورية نصر على النوابذ واهل الكرة اللي محتاجين التفتيش والتنخيط عليه كلام حضرتك ده على رأسي يا فاندم وبشكولك جدا عليه أهلا وسهلا أهلا وسهلا الشعر كامل بضرخان ابن عم حضرتك صح كده؟ ابن عم الكبير وسني متقارب لي تمام عايز أعرف بقى يعني بتقعدوا أعدات شعرية مع بعض يعني بتقعدوا تقولوا يسمعني أشعار بتقولوا مثلا كتب لي حاجة معينة أهلا أهلا يعني أنت بتقعدوا وبيسمع منك بتسمع منه وبتقولوا كتب لك حاجة قبل كده صحيح طبعا أنا متابعه من الطفولة لأن هنا حضرتك ملقة رأس المهندس والقديد جامل بضرخان أولا بمس عليه ومنور المكان ودايما من تعلق لتعلق منذ الطفولة لأننا وهو نمنع على سرير واحد وأكنا في صبع واحد وأكنا على طبلية واحدة وعشنا في قرية يعني طفولة جميلة وكنا بناتنبأ ليه يعني بالخير دايما لأنه هو فيه صفات جميلة كتيرة يقول اسم القرية كنا بناتنبأ ليه نجاحه في العمل ونجاحه في فكره وفي علمه يعني طبعا شيء يشرت نفقة رأسه وقريته البسيطة الجميلة هو من أسرة جميلة وأسرة محافظة ودها تقاليد في الصعيد الشاعر كامل بضرخان يعني فخور بقريته فبيقول ما تقول اسمها لا بحقيقة بحقيقة صحيح وهي على فكرة بداية موهبته بدأت من هنا قوله القيس معي هو معك قوله لانت عايزه الشاعر كامل بضرخان مع حضرتك فهو عايز يكلمه أهلا وسهلا السلام عليكم حجوروبي أهلا وعليكم السلام أهلا يا باب الزاخر يا غالي وكل عام وانتم بخير قالوا انت بالصحة والسلامة يا عبيبنا العظيم ومهندسنا الجميل ما تقول يا عام احنا نزلة سعيد تبع بنسواف ما طبعا ما انا بقول له مسقط رأسه وقرية نزلة سعيد اللي اتربت فيها الموهبة وبدأت فيها الموهبة محافظة جنوب شمال السعيد آآ طبعا آآ يعني من طفولته وإحنا بناكل على قضلية واحدة في طبق واحد طيب وحسينا بالموهبة دي من الطفولة يعني طيب بخصوص ان حضرتك حسيت بالموهبة ديت من الطفولة هسألك سؤال يعني ممكن بيعاني منه اغلب الموهبين في كل المجالات مع حضرتك اتفضلت من قاتل بقت حديثك اتفضلت حضرتك بكلمة جميلة جدا دلوقتي بجملة هيلة ان في كثير من المواهد في القرى والنجوع عندنا بتموت مع لقمة العيش وانشغالها بلقمة العيش من رغم انها مواهد لو تم التنقيب عليها لبقت على اعلى مستوى عالمي وده ايه حضرتك يعني بتلاقي اغلب المواهب زي الدكتور صاح حسين مثلا من عندنا من يال كان راجل عالمي ومن قرية بسيطة وده مثل يعني ده مثل السؤال هنا اكيد العماليكة العظماء اه يعني فعلا هم بس محتاجين برامج زي حضرتك ربنا عرفزك برامج الكميلة ديت والتنقيب الهائل ده محتاج يعني اه محتاج من الدولة دعم اكيد الدولة بتعمل اللي عليها والدولة بخصوص المواهب يعني فيه ندوات وفيه وصول ثقافة وفيه كل حاجة الدولة بتحاول تعملها للمواهب السؤال هنا بقى الشاعر كامل بضرخان هو انت قلت اكتشفت المواهبة من البداية وطبعا انت بما انك انت المقرب ليه فعايز اعرف ما كنتش خايف او ما كنتش خايفين كعائلة او كأسرة ان هو يحيد عن الهندسة ويتاجه لمواهبته فقر لان فيه اولياء امور او فيه قريب بيخله الواحد لا انت سيبك من بجلل اللي انت فيه ده خالص المواهبة ده وخليك في شغلك بس هل وجهته لي ده في البداية ولا سبته بحريته وكنت بتدعمه في مواهبته هو حضرتك عمي رحمه الله عليه كان موظف وكان مدير عام في السكة الحديد سكة حديد مصر وبدأ بداية عصامية من البداية يعني الراجل العصامي وحد يحمل ولاد عام كلهم وفي اماكن برموكة كلهم اساد زودا كثرة وظماء من بداية الصفولة على انهم يعتمدوا على انفسهم بل حضرتك فكان الهدف الاول الموهبة انا اسف قد لا يعني انا بتأكلش يعيش من 40 سنة او 50 سنة فاهتم بشغلك وموهبتك بعدين بالضبط يعني الاصل ان انا اشوف القوام الحياة هو كلام يعيشني ويتجوزني واخدني بمكان واصرف على بيت وعلى اولاد فهو بدأ كمعيد جامعة في احدى الجامعات بالقراق معيد في كلية هندفة وبعد بدا الاول في الحديد والصنب وبعدين تبرج وسافر وفحت في الطاخر زي ما بيقولوا ونجح في عمله وبقت المملكة العربية السعودية تستبقية في الطيران بنجح مشاريع معينة ما شاء الله احنا هنتكلم معاك مشاريع الهندسية وحقيقي انت شرفت ونوارت البرنامج وذكرت يلتفت الجزء التاني مع الوقت ايه لما بدأ يتفرغ يعني الجزء هنهي معاه حضرتك يعني ذكرت كلام كتير جدا والشاعر معاك ماشا حاج جروبك التلخيرك على المداخلة الجميلة دي وشعورك النبيل والف شكر ألف شكر يا عمدة نازلة سعيد بشكرك جدا استاذ روبي طبعا عشان الوقت انتهى فهتقول لنا خاصلة هتقول لنا ايه هو الشيب هلسا ما انتهاش يعني وتقلق طيب مش هتقول انت حاجة شرف ليه شرف ليه طيب يعني شوف لنا باتي في ابياتي وشوف لنا الغلاف تمام هقول لحضرتك حاجة حط الوقتي قط الكتاب هخلي حد بس انا والهولي لو امكن يعني اه بس قل لنا قصيدة ناشا حاجة احنا بنسمعك لان قصيدة جميلة وقصيدة تسلم تسلم دي قصيدة من اخر دغام باتي في ابياتي حبيبي فن شؤك والحماس نفس شوفك وجدد الاحساس فن بريئك ولمعانك والالماس يجري ريئك لو خدولك باس يلي كنت بين المعاد اندهب جوه الشرايين ساكن والشعب ليه الحب ساب منك وهرب يمكن من كتر العشق يا حبيبي تعب عمرنا ما شاهدنا الخيانة والدموع ليه تحول شاهدنا يا حبيبي دموع ده الشبن كله في ابيات غير اللي جوايا وفي حد نبات عارف يا حبيبي انه ما عليك عتب ولا انا ولا ما عليك كنا السبب احنا اللي ثبتنا معنى الحب والاخلاص يطرت حسبنا ولا ثبتنا عيون الناس خليك بشوقك اصل وضعك خاص يا اللي حبك داس جوه قلبي وغاص قلبي من كتر حبك داب المتر وقاس لقاك بتلبس في القلوب يا قلبي اعلى مقاس تداري خوفك وكسوفك تحت بوسة راس كفاية عندي لما وصل لحد عندك كلاس الحب سوءك فيه شريني ولا بعت خلاص معقول بقيت يا حبيبي وفات وما بقى منك الا شوية ذكريات شاعر وعندي حل احلى من ذكريات تعالى يا حبيبي في ابياتي وبات تعالى في ابياتي تعالى يا حبيبي في ابياتي وبات تعالى من اخر حاجة لك تمام عايزك بصوتك عشان مسافة بس بعيدة خلى حد ينوني الدوان حد هيجي ياخده من حضرتك دلوقتي انا وقولي بس احنا هنتكلم لحد ما حد يجي ياخده اه الظروف احنا اتكلمنا عليها ظروف الحياتية بتقصر على الشعر عايز عرب منك بقى بما انك انت بتكتب دواوين شعر تمام اتحولت من كاتب دواوين شعر لكاتب رواية ازاي ده بقى كويس اللي سألتني السؤال ده جميل تمام لان دي بصمة تعتبر جميلة لدارس كرايب تمام دارس كرايب هي اللي نبهتني يعني الاستاذ يوسف حسين بقدم له الشكر من هنا كتير جدا الاستاذ يوسف حسين المدير التنفيذي والمدير الفني المدير الغاري المدير عام يعني دارس كرايب تمام كم يعني المدير الغار اه هو الاستاذة دارده الاستاذة مهة اسماعين بني وبيه لها التحية والشكر دول عمل ومجهود كبير فالاستاذ يوسف هو اللي نبهني ان اعمل كتب هندسية وهو اللي نبهني ان اعمل الرواية خلاص تمام تمام كمس نقدتني كتاب غلط انت عايز نقر حاجة من اشعرك لا لا تمام هو طبعا علشان الوقت يعتبر احنا هنختم بيها تمام هاخد الدوان وهنختم بيها هي سيارة صح كده حاضر تمام طبعا انما نوهناش لكتب الهندسية هو للأسف الوقت شبه انتهى ما خلاص انا مش هنكتبر في الوقت هناخد المقطع الصغير من الدوان تمام الكتب الهندسية يعني اخر كتابين اللي هو تنمية مهارات مهندس الاختبارات والتاني دليل الكهرباء الشامل للمهندس كامل تمام دول عشان دس المهندسين اللي سامعيننا يستفيدوا منهم ان شاء الله الكتب الهندسية انت طبعا لك اعمال هندسية كتير صح كده صحيح خمس اعمال نعم اخر حاجة عملتها هندسية من قد ايه من قرابة سبع تمن شهور تمام حوالي سبع او تمن شهور دليل الكهرباء الشامل للمهندس كامل تمام طبعا علشان للأسف الوقت انتهى لو هتقول نصيحة او رسالة اخيرة هو طبعا بيقوله الوقت انتهى مشان اللي هنقول حاجة وانت اديت نكتب غلط المرة جاي نقول لو هتقول رسالة او نصيحة اخيرة هتقول ايه انا نصيحتي دايما للشباب لان الان عليه قوي يعني خليك فطوع اهلك الوالد والوالدة والجران وكذا خد منهم اللي يواكب عصرك ويسيب اللي ما يعقبش خد الخبرة التراكمية واللي مالوش جدر زي ما قلنا مالوش ساء وربنا يعني يحفظهم وكل سنة هم طيبين وكل سنة هم الناس طيبين وابلاش التباعد الاجتماعي يقول لك تواصل اجتماعي وفيسبوك وشات ويبعثوا البعض رسائل في العيد ارفع السماعة ده اقل حاجة واتكلم اركب المواصلات وروح زور وهكذا شعر المهندس كامل بدرخان كل سنة انت طيب وعيدك سعيد وانا عارف انك يعني كنت محتاج ان انا القى حاجة لكن بعد الهوق القى هلك وشرف لي وان شاء الله لنا حلقات يعني جاية باذن الله وانا بجد ساعدت باللقاء معك وانت شعر متميز ومهندس جميل ونموذج نجح ونموذج مشرف كلنا بنشرف بك وباشكرك جدا ان شاء الله الجايات اكتر باذن الله يا رب يا رب اعزائي المشاهدين كنتم معنا في برنامج حلم حياة وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة مع هدي aqui مسيح احيان شكرا